قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصبع الخير يا مصر النهاردة خلونا نروح لهالة ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات يا هالة صبع الخير صبع الخير يا شازلي صبع الخير يا منا وصبع الخير على كل اللي بيشوفونا الناس هتبدأ تنزل دلوقتي يشوفوا معنا أحوال المرور هنبدأ طبعا مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر وكالعادة بنبدأ جولتنا من القاهرة تحديدا من ميدان العتبة اللي بيشهد في الوقت الحالي كسفات مرورية نسبية هنفضل ماشيين لحد شارع عبدالعزيز هناك هنلاقي برضو فيه كسفات مرورية وهنكمل جولتنا لحد ما نوصل لمدان ثلاث حرب هناك هنلاقي في سيولة مرورية تبدأ تختفي لحد ما نلاقي بعض الكسفات قدام المتحف المصري هناخد طريق كبر اكتوبر اللي هيوصلنا لشارع رمسيس وهناك هيكون فيه كسفات مرورية بس بتبدأ تقل بشكل تدريجي على مسافة قريبة لكن هتظهر بعض الكسفات أول ما نوصل للكرنيش هتفضل مكملة طمعا لحد شبراء مصر وهنستكمل جولتنا دلوقتي في شوارع الجيزة وهنروح لشارع فيصل تحديدا اللي بيشهد في الوقت الحالي كسفات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ووصلة لحد الطوابق عند الطوابق تحديدا فيه كسفات مرورية كبيرة تبدأ تقل بعد ما نوصل لمحطة التعاون والعريش لكن بداية شارع فيصل بتشهد كسفات نسبية لو رحنا لمحور صفت فبيشهد كسفة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة نروح للإسماعيلية هنلاقي هناك أن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية مع بعض الكسفات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقا على حركة الطريق أما المتجه لبورسعيد ففيه سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد هنلاقي كمان فيه سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية في محافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كسافة نسبية ولكن هنمشي شوية هنلاقي إن طريق عبد المنعم رياض اللي بيوربو تعدى الطرق الرئيسية فيه سيولة مرورية فيه كمان بعض الكسفات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة فيه كسفات نسبية وفيه كمان كسفات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج كمان فيه بعض الكسفات المرورية البسيطة اللي طبعا بتزيد مع سعادة الزرورة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير